ولكن قبل ده محتاجين نعرف من حالك برضو يعني امتى يشعر الإنسان بالخطر وهل هناك أسليب شخصية نقدر يعني أسلوب الإنسان من نفسه كده يقدر يستشعر إن في عنده ورم ومحتاج يروح للطبيب آه في علامات حيوية أساسية من خلالها الإنسان يقول أنا كده لازم أروح لدكتور الأورام إحنا دايما نقول إنه لما تتعب روح لدكتور طيب أنا عايز أعرف لما أتعب عايز أروح لدكتور أورام ما أروحش لدكتور جراح عموم أو أروح لدكتور بطني تحت مسمى إن العرض ده اللي يشخصه لي البطنة أو الجراحة العامة لا في علامات أساسية كل عضو ربنا سبحانه وتعالى جعله عرض بحيث العرض ده يقلعك بيشير على موطن الإصابة آه بيشير على موطن الإصابة ويقلعك إنك لابد إنك تزور استشار الأورام إزاي فاند الماء نعمل الفحص الشخصي قبل حتى منروح لطبيب من خلال بعض المعلومات البسيطة تمام لكل عضو له علامته وفحصه المفروض إحنا زي ما بقوله نشايت على نفسنا الاكتشاف مبكر آه الاكتشاف المبكر إحنا هنا نقوله في المنجي نصرد كل ورم دلوقتي عرضوا إيه تمام الساد هو أشهر مرأ أشهر وأشهر ورم بيقلقنا كلنا بيقلق كل ستاب مصر ومهم جدا هل هو منتشر بنسبة عنه؟ كان لفترة طويلة في الأوقات السابقة بالزبط قبل سنتين أو ثلاثة كان النسبة في تزايد الحقيقة بعد برنامج رئاسي للرئيس السيسي اللي عمله وبالتحديد في مركز أورام داري السلام هارمل اللي أنا بتشرف بالعمل فيه فيه برنامج رئاسي تعمل الوزارة كونت برنامج رئاسي للاكتشاف المبكر لأورام الساد وصحة المرأة وإحنا بنستقبل يوميا وبنجرع عمليات على نفقة الدولة لكل المصابين بورام الساد واللي بنكتشفهم من خلال العيادة كل ده بدأ الحمد لله يقل جدا والأعداد تقل جدا نعم بنوجه الشكر للدولة على دورها الكبير من خلال المبادرات الرئيسية المختلفة اللي بتهتم بصحة الإنسان واللي كانت غير مسبوقة من قبل يعني طفرة كبيرة في علاج الفيروسات وعلاج الأمراض وأمراض التغذية وأمراض الأورام الحقيقة يعني طفرة فيه العناية بصحة المواطن المصري فبنوجه التحية والشكر لدولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس على اهتمامه غير المسبوك بصحة المصريين واللي قتت بثمارها زي ما حاجت بتقول كان فيه زيادة في ارتفاع نسبة أورام الثادي ولكن مع التدخل ابتدت فعلا يبقى فيه آثار لانخفاض نسبة الإصابة بأورام الثادي وطبعا الأشياء